يبدو أن مفاوضات مصر مع أثيوبيا لن تكون سهلة بشأن سد النهضة الذي ترى فيه كل من مصر والسودان تهديداً لأمنهما وزارة الموارد المائية والري المصرية أكدت أن الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن السد والذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس بابا يومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من شهر أيلول الجاري لم يسفر عن تحقيق أي تقدم يذكر مضيفة أن الجولة التفاوضية المنتهية شهدت تراجعاً إثيوبياً عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية بدوره شدد وزير الخارجي المصري سامح شكر على موقف بلاده الرافض لأي إجراءات أحدية الجانب لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بما في ذلك سد النهضة مضيفاً خلال كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أنه ليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد عن مئة مليون مصرية يأتي موقفنا الراسخ والمستند إلى قواعد القانون الدولي برفض أي إجراءات إحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود والتي يعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون تشاور أو دراسة وافية سابقة أو لاحقة للأثار على الدول المشاطئة الجولة التفاوضية الحالية تأتي استكمالاً للجولات التفاوضية التي بدأت في القاهرة أو آخر شهر آبا الماضي بناءً على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة خلال أربعة أشهر لكن إثيوبيا تضرب اليوم بهذه الاتفاقات عرض الحائط بحسب وزير الموارد المائية المصري هانس ويلم الذي أكد أن ما تقوم به إثيوبيا انتهاك للاتفاقات السابقة وعلى رأسها اتفاق المبادئ الموقع عام 2015 ويهدد بتقويض العملية التفاوضية برمتها ترجمة نانسي قنقر